السلام عليكم البنات كديري اللي بس عليكم تنتمنا تكونوا كاملين باخير وعلا خير اليوم ان شاء الله البنات غادي نحضروا هاد وزاتي هادي يكون بعجنة واحدة فقط بميةين وخمسين جرام تعد الزبدة نخرجو ازياد من ثلاثة كيلون تاع الحلوة الشي حاجة اللي زوينا وقتصادية ممكن تخدموا باكل كليان تاعكم في العيد كيفما ممكن تصايبوا غير لوليداتكم تتصبر تنعرفوا بان هاد الحلويات تيس برو تكونوا زوينين تكونوا كبنان تيعجبوا الكبير وصغير البنات كيفما طلبتوا مني طلبتوا حلويات اقتصادية تنتمنا فعلا كيعجبوكم البنات ولي تبغوا المزيد معليكم غير تدعموني بلايك وبرتاج الفيديو وخليوليا في اسفل تعليق البنات هكا اشنو تبغيوا بزاف نحط لكم ان اليامات واش تبغوا نكملوا في حلوية اقتصادية او لا اشنو تبغيوا باول حاجة غادي نبدو بالعجين اللي غادي نحتاجوا لجوش كيسان توزيت ثلاثة البيضات كاس ونص تا سكار سنيدة اللي تتعادل 150 جرام اه ميتين وخمسين جرام تعد الزبدة انا 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 اخدمت غير بالزبدة نتعاد التورق اه اه ادعوا اي ماركة لبنات ادعوا اي ماركة انتم ما عندكم مشي مشكي وتنحتاجوا لجوش اكياس انتوع الفاني وجوش اكياس انتوع الخميرة الحلويات تاناو اخذين ايا اه اه طحانة المهم خدموا باي طحانة عندكم انا غري نخدم غير بال لهاد الكسمة على العصر هاده نضيف له اه الزيت البيض الملحهم اه الفاني المهم جميع المكوينة تنضيفهم من تحت خصوصا السوائل تنضيفهم من تحت عاد باش ننضيف الزبدة وكو الطعام الفق بشاكات ديكزي تتساعدني يور بادي تحليه كل شي مرة واحدة صافي من بعد منين تنطحن كل شي لبناتها كافتحان الكهربائية تنفرغ الخالي تاكافشي في حاجة فاش غادي نخدمو وتنضيف لي جوج اكياس نتاع الخميرة نتاع الحالويات ومن بعد تن بدا نضيف الطحين شوي بشوي فبالنسبة للطحين هالبنات تحين عينيكم ميزانكم على حسب الطحين واش تشرب او للا يعني اريد ان نزيد انا في الطحين شوي بشوي حتى نوريكم القوام بالعجينة كيف اشتكون هالبنات المهم تنضيفو شوي بشوي انتاع الطحين وانتا نجمع مش مشكلة لبنات سيارم هاد الحلوه هدي مش مشكلة لها مش مشكلة لبجيتو تتعجنو فيها فماش بحال الصابلي مش بحال العجين تاع الصابلي المتي بشتلك صفين ايه تنزيد في الطحين وتنجمع في العجين تاعي بالنسبة للعجين ماخصوش يكون قاسح بزاف وماخصوش يكون تاني جار يتلسق في ليد تكون عاجين لي عادي يا البنات ما تلسقش في ليد اه هكا باش باش نخدم بي عادي يا البنات هانتو موى بدتي الجمع فبالنسبة للتحرات تقريبا انا هدي تهز واحد تسعمية حتى الكيلو اللي بنات نتعة ستحين صفيني تجي معاتليه تجي عليها دشكلها ده ما تتبقاش تلسق في ليد وما تتكونش قسحة بزاف كيف مما قلت لكم تناخد العاجين وتنقسموه على ثلاثة من توع الكويرات بالنسبة للكويرات من الافضلات عبروهم وخصوصا اللي بنات اللي تياخدوا لكم باش يجيوا لكم كاملين قياس واحد صفيني من بعد الثان نبدأ هنا غادي ندوز لاول شكل غادي ناخد العاجين بالنسبة للعاجين رات نخدموه بمباشرة غادي ناخد العاجين لبنات وغادي ندير واحد الكويرات اللي الوزن بتاعهم 15 لقرام وتنبدا تنحطوه في الطاوة بالنسبة للطاوة ما تندهناش لاب زيت لاب زبدة حنت ما هديش السقولية العاجين تيكون بحال العاجين تاع الصب لها البنات ما تيحدد شقة ندهنو الطاوة غير وديك الزيت اللي فيه وديك الزبدة را كافيين ما تلسقش لنا في الطاوة نتاعنا سوف تنصيبو كويرات كاملين تيكونوا قياس واحد تنستفوهم في الطاوة تنبسعوهم على بعض دياتهم باش ما ينسقوش لنا حنت فيهم الخميرة البنات هدي زيدو يكبرو و هكا يلا درناهم قاربين مع بعض دياتهم هدي يتلاسقو لنا و هدي جي المنظر نتاع الحلوة ما زوينش صب هنا تنجزل الشكل الثاني بالنسبة للشكل الثاني حتى هو خديت العاجين و درتو على كويرات اللي الوزن تاعهم 15 قرام حطتوهم قدامي و تنبسع تنخدم هكا باش دا تسهل علي لبنات الخدمة تنعبر العاجي اللي عندي كامل هكا دو كويرات تيكونوا قياس واحد بالميزان اللي ما عنداش الميزان من طبعية الحلوة بتخدم مغير لدارها را هدي تجروا معينكم ميزانكم ولكن اللي بغا تخدم معك و بغا تشي حاجة اللي كليان هدي تعبر في الميزان باش يجي القياس تاع الحلوة كاملة قياس واحدة لبنات صفيني يعني تنشكل في الحلوة بهاد الشكل هادا بالنسبة للشكل الثاني را تنديرو معك على شكل حريب لاتيكونوا بهاد القياس هادا و تكونوا كاملين قياس واحد كيف مما قلت لكم مشي شي تنديرو طويل الشي قصير بجاكات جينا الحلوة مغادون في نيام زيان تنحتون في الطاوة بالنسبة للطاوة تاوما متندهنش تيكونوا الطاوة تيكونوا فيها مباسعين حين التاوما غادي يزيدو يتنفخو صفيني تدخلو من الفران بالنسبة للفرارة تيكون شاعل من قبل تيكون سخون من طبيعة الحل منين تندخلو الطاوة تنديرو العافية متوسطة تنخليوهم حتى تتبو من تحتو تتحمرو عاد من بعد تنشعليو تنشعليو الفران من الفوق ياخدو ذاك اللون المدهبة للبناس على عافية ميلة بنيسبة للشكل الثالث يكون ساهل بزافة للبناس تناخد جزء من العجين وتنديرو على شكل حربول بهذا الشكل هذا كيف ممض حالبنات في الصورة وتنحاول نقد هاداك المستطل تنحاول نقدو تنطرقو من الفوق وتنجمعو من الجواني باك كباش يجينا على شكل المستطل سوفو تنجيب الموس وتنبدو تنقطع على شكل مكعبت بهذا الشكل هذا البنات تنجروهم كاملين قياس واحد عينينا من يزالنا من طبيعة الحل وتنستفون في الطاوة حتى هم مباسعينك كباش ما يلسقوش لنا في الطاوة و تندخلوهم طي طيبو نفس الطريقة الطاوة اليوم كاملين هالبناس تنكون لديها الحلوان تعتنا اللي تجيب كمية كبيرة البناس كيف مما قلت لكم تجيب على هاد الشكل هادا سوفو اذا نخليها حتى تسبرد و غادي ندوزون في نواة غادي ندوزون الكراميل للبناس هو والاول الكراميل بالنسبة للكراميل تنحتاجو الماء قد الزبدة كاست سكار سنيدة جوشت الياغورت نتاع الكراميل اللي في الوزن نتاعهم تمانين غرام تمانين غرام راتيجير جوش دراهم رام توفر و قريصا نتاع الملحا اللي ما عندوش دانيت الكراميل ممكن تستعملو ياغورت طبيعي بدون سكار البنات تنجيب كاسرونة او لمقيلة تنضفع هاداك سكار سنيدة وتنحتو فوق العافية بالنسبة للعافية فضروري تكون مهيلة و خصوصا اكلموا بتاديات باش ما يتحرقش لكم ضغياء و اعطيكم واحد من نكهة اللي صراحة خيبة تجيب حن كان ساعة المرورة في الكراميل و ما بقش تصلح اصلا تنبقى تنهز هاداك الكاسرونة بيديا كافين ما دابوا هادوك الجوانب و كراميل تنهز يديعو تاني باش يدوس سكار سنيدة للجنب و بقات يتخلطوا سكار سنيدة مع الكراميل و يدوب كل شي ممكن تحركوا بشي مع القاكة تلخشب المهم حتي يدوب من بعد ما تدوب سكار سنيدة و تولي كراميل على عفية مهيلة تنضيف مع القاتات الزبدة إلا كانت الزبدة حيوانية فمن الأفضل ما كانش غادي تخدمو بالزبدة نتاع البواطا او المارغارين اللي متوفر عندكم صافي تنبقى تنحرك بشي ملعقة كاف تنبقى تنحرك مزيان هذه الزبدة حتى تدخل مع ذاك الكراميل وتتنسجم من الأفضل تبسعوه جاكو ما البنت تطلع وحد الفوغة تحت السخونية وبسعوه جاكو ما كبش ما تحركوش او لا زولوا الكسرونة من العفية وديروا هاد العمالية هادي نتاع السبدة ضيفوها الكراميل سافي منين تنحركها حتى تدوم مزيان فوستادك الكراميل تنضيف دوك جوج ياغورت منتوع الكراميل بإن كانت على الكراميل الصراحة تيجيبنين من أروع الكراميل اللي تنصيب الصراحة و هذا اللي شي عجبني بثث تنتلنكو ما كاتجربوه تدخلوه في صابلين تاكم تدخلوه في الحلويات تنتاكم في تزين تعلي قلاس في الكيكات فرا تيبقى في اللاجمة توقع لي والو البنات و تيجيبنين الصراحة سافي تنحرك مزيان داك الياغورت مع الزبدة والكراميل حتى تنسجموه مع بعضياتهم تنخليه تقريبا فوق العفية واحد ثلاثة دقيق حتى الاربعة دقيق مع التحريك المستمر دائما تنحركو تنهبتو دوك الجوانيب باش متيتتحركوش لينا ويعطونا نكها انتعت الحرق سافي حتى تنسجم مع بعضياتو و تنضيف لي ديك قريصات الملحة اللي ضرورية كبش تترس لنا ديك البسوليه و تضيف ليه واحد نكها اللي خاطيرا اللي بنتهرج ربوه غتشوفو عليش تنهضر ان شاء الله و تنخليه جانبا حتى تيبرد بعد ما اطب الكراميل ووجناه تندوز باش نفيني الحلوة تناخد شكل دائري بهتشكل هذا هذا تناخد الحلوان تاعي و تنحته قداميه الصراحة انا ملقيتوش و اخديت هذا و عجبني قاعدة الصراحة لفي المندر و لحتى في الماداق تناخدوه بالنسبة لهذا تنجروه في واحد البلاستيكا و تن بده تن نضربوها قبل مدلك باش تي تفرتت لي يعني تيكون تيكونو بحل كريكبات صراحة من بعد تنجيب الحلوان تاعي تندهنها مزيان بذك الكراميل و تندوزها في الكورن فليكس مزيان من الجوانب و من الفق هكا حتى تيشد فيها من بعد تنسوسها تنزولها هذك الفائد وتنحطوهم في الطاوة بالنسبة لهذا البنات تنستفوهم في الطاوة حتى تنساهمهم وتندخلوهم الفران اللي هو سخون و طفية العافية تنخليهم حتى تيبرد عليهم الفران علش البنات تندير لهم هذه العملية دي باش تيلسق عليهم ذك الكراميل و في نفس الوقت تيلسق الكراميل على الكورن فليكس و ما تيبقاش تيتسس تيتسس ذاك الكورن فليكس من الحلوان ساعتنا بالنسبة للشكل الثاني تناخد الشوكولات الأسود تندوبو بالنسبة لهنا يا أنا خدمت بالشوكولات غالة انتو ما خدموا بأي شكل بأي شوكولات بغيتو بالنسبة الغالة يبقى زوين تيدو بضغية بالنسبة لبنات اللي تيسولوني مريموش تضيفي الزيت أو لاشي حاجة لا تناخدو تنجيرو في زليفة أنا بحل ما كتناخد شوكولاتك بحل تديرو حد الكيمياء في زليفة وتنشعل الفران وتنحط الشوكولات التعيرة تيدوب غير تيدوب واحد شوية تنخرجو وتنبدأت تنحرك فيها صف تيكمل تيدوب في خارج الفران البنات تنكمل لها كالدوبة باش تيجي لامة إلا ما بيتجي تديرو في الفرار را موكين تديرو في في الميكرون ذا البنات حتى وات يدوب صف تنجيب تنجيب دو كل المستطلات التوعي أو الحراب التوعي وتنديرو في واحد الفرشطة وتن تن تندير فيهم الشوكولات واحد الكيمية من الشوكولات الأسود وتنحطو ماكا فوقش بلاستيكا أو لا فوق ورق طاي وتنخليهم ينشفو عج باش ننتظروا كاملو لهم دسين تاعهم هنه يدست اللي حلوة الثالثة بينما نشفو ليها هدو كنتعو الشوكولات باش ننفينيهم بالنسبة للشكل الثالث تنديو وزوف في سكور غلاسي هالبنات هنه سكور غلاسي درت سبيسيال بالنسبة للبنات اللي تسولين على أرسمية سكور غلاسي اللي وروا ما يساقوا باش تنخدمها لبنات سكور غلاسي اللي زوين تلسق لنا على الحلوان تاعتنا ومتي يفزقش صافي تندوز الحلوان مزيان من اللوجين تاعتها ومن الجوانب وتنعودها مزيان فدك سكور غلاسي باش تتجي كاملة ملبسة وتنحطها حتى جانبا فين ما دوزت شي شي كميرة تنحطها جانبا بالنسبة للسكور غلاسي البنات اكا باش ما يفزقش لكم في الحلوة تتكون الحلوة بردة هنه تنخلي الحلوة حتى تتبرد باش ما تعرقش ليا وتفزق ليا ذاك السكور غلاسي عاد باش تن تنفي عاد باش تنفينا بسكور غلاسي البنات بالنسبة للشكل الثاني لذلك الحرب اللي دوزنا في الشوكولات الاسود بعد اما نشفو تنجيلو بخطوطاكك في الشوكولات الاسود بغيتو تزيدو حتى شوية العقيقة تزينوهم بين الفوق هالبنات تبقى لكم الاختيار سوفو يتنجيب دوك القواختات نتوع الحلوة تنحاول نحلهم وتنحط فيهم الحلوة نتاعي بالنسبة لهادي الشكل الكورنفليكس اللي بنات تيجي زوين بزاف اللي فشكل العولة في المادا قطنت منكن فعل انا كنتجربوها دوزقتي ويعجبكم ان شاء الله ويعجب الكليان تاعكم بشي حاجة اللي يزوينا اااااااااااا اقتصدي وتتخرج كمية كثيرة بالنسبة الطريقة الاحتفاظ اللي بنات بالنسبة الكورنفليكس رامتي يبرد موالو تنجرون في بواتة تنسدو عليهم وتنخليهم خارج تلاجة راتي يبقى مقرمش هكا يلا بويتوا قاعد تزيدوا مع البوطة تديروا واحد طويبا نطاعت السكر باش تتبقى لنا الحلوان ساعتنا مقرمشة ولو ممكن تحتفظوا بهم فاتو كل عولة بنتوا عنيدو هالبنات تيحفظوا لنا على الحلوان ساعتنا تتبقى مزيانة بالنسبة لشكل التاني حتى هو تنجيلو في القويختات بالنسبة لحلوية لبايتوا اعطبت لكم مكاف القويختات ممكن تجيرو نقيتا تعتشوكولات عاد تحطوا الحلوان تاعكم باش تتلسق لينا في ذوك القويختات او لا نقيتا تعتلقى كليكوز عاد تحطوا الحلوان تاعكم باشها كما تبقى اش تتسلكلينا من القويختات نتاعنا الشكل الثالث حتى هو تنحطه في القوى الغطاط بالنسبة للحلوان تعل كورنفليكسرا ممكن تطفلها حتى خطوط بالشوكولات الأسودة كي لا بيتو اللي ما عندوش الكورنفليكسرا ممكن تعودو بكوكو مرمش او لا بالفويتين حتى هو ممكن تزينو بها البنات اه قاعد يجي وزوينين صف انا هي غادي نستفل حلوان تعي كما قلت لكم تتخرج تقريبا كتر من الكلاتة كيلو على حسب الفينيسيون باش فيني تعاكل البنات تتاخد الفينيسيون الصراحة تزيدها في الميزان صف اتا نستفون في هذو الكورنفلي تيرفدو تقريبا كيلو وتيكونا دول حلو قادية الحلوان تعيطنا البنات تنتمنكم فعلا تجربوها و تعجبكم و تعجبلكالية نتعاكم بالنسبة لتمن البيع اا نتعا هاد الحلوات هذه بالنسبة لهذه نتعا شوكولات ستين درام اااااا بالنسبة للزيادة اللي يتزادوا را ممكن تبيعها حتى الخمسة وستين درام اااااة البنات بالنسبة لهذه نتعا القورنفليكس تمن تعاو و سبعين درام بتنا عارف القورنفليكس هكا زيد في التامان وفعا الكارامل وتترفد هكا الفينيسيون الصراحة هادي تبيعها بسبعين دراهم وتبقى على حسب الكليينتاكم وعلى حسب الموضوع من طبيعة الحال بالنسبة لهذي كلي السكر غلاسي المكعبات نتوع السكر غلاسي ثمان تاعهما البنات وهو ستين دراهم هذو هما الأتمين كيفما تطلبون مني دائما البنات تنحطوم لكم على حسب البنات اللي تيبغوا كياخدوا لكمون تيفوا ويخدموا على ريصوم الله يستر لكم وغير زعموا إن شاء الله وهكا كيفما تتكتبوا لي تنفرح بعدها البنات اللي تيكتبوا ليه في تعليق تيقول يا مريم والله يلابدينا وستدرب بيستر لنا ودرنا كليان تنتمنا فعلنا كحتنتم اللي ما زعمتش تسعم وتبدأ المشاريع هكا الصغرى غير ملدارها وإن شاء الله سدرب بيستر لها بالنسبة لبنات اللي تيسولوني مريم ما عندناش كليان والبلصة اللي ساكنين فيها ما كينينش فيها الناس وهذا فره ممكن هالبناتها كتديروا كيف مثلا نقول لكم صفحة في الفيس صفحة في الانستغرام وصفحة في التك توك وتصوروا الوصفة تنتوعكم وتبدأوا وتتنزلوهم مع الأتمينة من طبيعة الحال تتخذوا الوصفة تنتوعكم أكا تصورات اللي تيكونوا زوينين وتتحطوا دق تصورات وتتحطوا الأتمينة وتتحطوا النمرة نتعت التليفون ما حد صفحة تتكبر وهكا تيجوكم كليانة لبنات فاكا بش هاجي تبدو تتخدموا دبرا هكا هاد شي نتع التليفون الصراحة ونتع الانترنت وو بش ولا كل شي يخدام وخامي يكونوا وش عند كليانتي وليه عند كليان رميوا في القروب بات نتوع المدينة نتعكم مثلا نتوما في مدينة تمركش رميوا في القروب نتع بيعوا الشراء تعملين تمركش وهكا تيجوكم الكليانة للمناز تنتمنا نكون في الدكوم وبصحة وراحة